انا بقول لكم ده علشان تبقى في الصورة الاهلي ما ابتدعش حاجة وما طلبش حاجة جديدة ولا غريبة انتوا بس اللي منافستوش اللي رأسها الان دي قالوه فضلوا سكتين لغاية لما انفجرت قنبلة التسريب زمالك بيلعب مباراة مع البنك الاهلي حصل اللي حصل وقرب النهاية ميدو سلامة حاكم الفار بيقول لمحمد عادل تعالى في ضربة جزاء كرة جاية من الارض في ايد مدافع البنك الرجل محمد عادل مصفر فول على المهاجم على لعب الزمالك ففجأة ميدو سلامة حاكم الفار بيقول له تعالى ده فيها ضربة جزاء راح محمد عادل شافها بيقول له يخرب بيتك ميدو ما فيهاش حاجة ده جاية من الارض ايده في الوضع الطبيعي ده ما فيهاش حاجة كده طبيعي المفروض ينزل للملعب يأكد القرار الاولان بتاعه انها فولة على مهاجم الزمالك غريب جدا كابتن محمد عادل اللي قال ده بعض متلسانه نزل للملعب تيت ضربة جزاء طب ازاي ده انت وما راحت فين يخرب بيتك اميدو ايوة بس هو حسب حزبته ايه بقى انت بتورطني طب انا 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 حورطك بقى راح رم رجع عليه بس الكرة دي ايه فاكر الدوري اللي خده الزمالك الاخراني الزمالك والمصر على فكرة كان فارق ماتش بين القلو الزمالك اتنين اتنين نفس الفكرة تيت في الديع 97 وراحوا ندهله جاد في ايده وسب اللي قابلاها طب يا جاد في ايده ليه ما هو انت لعب الزمالك اللي عريب وقع على وشه ماليش داعه بيهوره له دي يا جماعة والله العظيم تلاتة اذا كنتوا فاكرين ان الكلام ده بيعدي هو ما مش بيعدي طيب عموما الزميل احمد عباسط اول من اشار الى مشكلة التسريب واللي حصل نسمعه لانه تبنت عليها قصص كبيرة قد تنهي حياة بعض الحكام في الملاعب كده نسمعه لأول استوقفني شيء وانا بسأل على التفريغ الصوتي لهذه المباراة بين حكم الملعب وحكم الفيديو ماشي قلتلهم انا حابب لو ينفع ان انا اعرف يعني والحمد لله عرفنا من بعض الناس المعنيين بالامر ما تم واللي استوقفني ركلة الجزاء اللي تم احتسابها لنادي الزمالك بتاعة مصر منسي انه الكابتن محمد سلامة اللي هو الحكم الفيديو استدعى الكابتن محمد عادل قال له انت عارف اللقطة طبعا اللي هي قال له تعالى علشان خاطر انت احتسبت فاول في قبلها شك عندي ان هي لمست اليد فممكن انت بقدر بالجزاء تعالى راجعها راح الكابتن محمد عادل على الفار علشان خاطر يرجع هذه الحالة فانا بحكي لك الكلام ده علشان خاطر هم لو نويين يطلعوا للتسجيل فبقولك اللي حصل نصا قال له الله يخرب بيتك ميدو اللي هي دلع محمد سلامة الله يخرب بيتك الحالة صعبة وبعدين هي جاية من الارض لأيديه فهي غير متعمدة ووضع اليد مبرر ده كلام مين كابتن محمد عادل اللي احتسبها ركل الجزاء بيكلم بيكلم ميدو كابتن محمد سلامة قال له الله يخرب بيتك الكرة جاية من الارض للأيد فهي غير متعمدة ووضع اليد مبرر قال له طب عادلي بقى وهو فضلي راجع قال له شكرا نزل حسب ضرب الجزاء راجع نفسه هو فضلي راجع هو كان حسب أصلا فاول فشاف حاجة في الفار خلته خلته أخد قرار بقى عكس الكلام اللي هو قاله هو قال هو قال كلام وفي الآخر نزل حسب ضرب الجزاء بس الكلام اللي قاله يقول انها مش ضرب الجزاء نا ماشي فموقف لجنة التحكيم بعد ما سمعت هذا الأمر قالت لك فيه موضوع ان أنا هوقفه هوقفه بس هنا مش موضوع يقف بس لسبب بسيط لأنه هو شرح القانون وهو بتكلم في التفريغ الصوتي شرح القانون فهنا العقوبة هتبقى على دراية مش على غير دراية لما أنا بقى أعارف وبشرح لأ لازم موضوع يوصل تحقيق لأنه تم التأثير على نتيجة المباراة يعني أن تدري وتمشي حسب قناعتك عكسها علشان زميلك بيورتك فأنت خايف فبتختار أهون الضررين بإنك أنت تنحاز للطرف الأقوى دي في حد ذاتها محمد عادل واحد من الحكام اللي أنا متصور نم كانوا يعني من أهم الحكام اللي موجودين في مصر معرفش إيه فكرك دلوقتي معاد إن إحنا الإدارة الإدارة يعني إيه يعني مش دعم العدالة بقى إن أنا أشوف الموقف إيه القرار عديها بقى القرار اللي ممكن الموقف يطلبه صرف النظر عملها والأهل كذبان عشان يخلي النتيجة من خمسة واحد لخمسة ثلاثة وقال لك الاحتواء وطلعنا بقى بارتوكولات طيب واحتواءات وخذنا ألفاظ ما سمعناش الله من الحكام بتوعنا وفي الدور المصري أستاذ إبراهيم أنا أسفجأت بتصريحات إن المشكلة دلوقتي عند الحكام أو كبار الحكام هو مين اللي صار بالكلام ده طيب بص يا جماعة الحكاية دي تبنت عليها تطورات كتيرة مهمة قوي وخطيرة لأنه هنا مبارحة عمل اجتماع كان المفروض يرأسه كابتن محمد فارو رئيس اللجنة كابتن محمد فارو قاعد في اتحاد الكرة مع الأستاذ جمال علام وما راحش الاجتماع اللي في مدينة نصر راح الكابتن إبراهيم نور الدين وطبعا معروف اللي بين إبراهيم نور الدين ومحمد فارو لكن كابتن إبراهيم نور ترأس الاجتماع اللي في زهراء مدينة نصر والمدة أكتر من ساعة بيتناقش في اللي حصل في مباراة الزمالك والبنك الأهلي كل الحكام موجودين طاقم التحكيم موجود الدنيا كانت في شد عنيف شوية إبراهيم نور الدين جاه لقى كابتن محمد فارو قاعد مع الأستاذ جمال علام القرار إحالة طاقم التحكيم كله للتحيين إنه المستشار القانوني لللجنة وهو بالمناسبة اللي هيقرر واللي هيكشف واللي هيضبط المفروض من العمل هو الكابتن جمال صدق كابتن جمال صدق الحاكم الدول السابق هو راجل قانون مستشار ومحام كبير واللجنة بتعتمد عليه في كل التحيات اللي فيها حاجة لها علاقة بالقانون والأمور الإدارية فالنهاردة كابتن جمال صدق يعمل إيه عايز يستخدم تاكتك معين إنه ما يجبهمش كلهم مع بعض فيعترفوا مع بعض ويزبطوها اكتفى النهاردة استمع لتلاتة كابتن محمد عادل حاكم الصفارة لأنه عنده مشكلة كبيرة عنده مشكلة فنية وقانونية فنية إن أنت اعترفت بعضمة لسانك إنه مش بنالتي ليه بعد نص دقيقة صفرت بنالتي إيه الضغوط اللي أنت تعرضت لها مين اللي قال لك احسب بنالتي وإنت قايل إنه مش بنالتي طب الوضع القانوني في رأيك إنه مش بنالتي طب ليه حسرتها هل خفت هل حصل الضغوط هل استخدمت فكرة المانجمنت والإدارة هل لقيت التوقيت صعب جدا ودكت الزمالك حواليك فعايز تخلص من الليلة ديت وإنت شايف النميدوس هلما ورطك واستدعاك في توقيت قاتل جدا للحظة متوترة لبسك على طول هنا النهاردة محمد عادل مثل للتحقيق قدام الكابتن جمال صدي محمد أسامة حكم الفيديو المساعد لأنه حكم الفار كان محمد سلام عميدو المساعد بتاعه محمد أسامة ده اللي جيه النهاردة هو مش هادر يجيب محمد عادل لأنه لو محمد عادل اجتمع مع عميدو لازم أن تبلغ الشرطة الأول فبقت انت جايب تلاتة العتبان اللي هو الحكم الرابع ومحمد أسامة حكم الفار المساعد والكابتن محمد عادل حكم الصفار قاعد مع كل واحد فيهم حوالي تلات تربع ساعة طول شوية مع محمد عادل وخلاص يا جماعة شكرا هنا حد يقول طب الحكم الرابع ماله هو السماعات اللي معها الطاقة بالتحكيم كله كلهم متصلين ببعض فالحوار اللي حاصل ده كلهم سمعوه المساعدين هني عفتاح والرجل التاني المساعد التاني والعتبان الحكم الرابع والاتنين اللي في غرفة الفار كلهم سمعوا المحادسة اللي حصلت بتاع تيخرب بيتا كاميدو هنا الكلام دلوقتي بالنسبة لكابتن جمال صدقي التحقييدة كله مين اللي سرب نص الحوار اللي دار محمد عادل مش هيبلغ عن نفسه بس هل ممكن يكون حكى الحد وهذا الحد بلغ الزميل الصحف يا احمد عباسط هل ميدو سلامة حكى الحد فبلغ هل حد من المساعدين هي دي اللي بيفتش عليها الكابتن جمال صدقي عايز يوصل لمين ورا التسريب تقول لي طب هجيب ميدو سلامة وبقية الناس امتى يوم الحد يوم الحد هيشتدع بقية الطاقة يعني كل هموم دلوقتي مين اللي سرب انا يعني اتصور هي الواقع حقيقية ولا لا هي دا التحقيق دا لوب التحقيق مين اللي سرب حيلبسول اي حد ويخلاصه منه ايه المشكلة مع انت لما رحتش للمشكلة الكبيرة وعدت تتكلم في شكليات يبقى ما فيش نية للاصلاح ابدا يبقى المسألة مسألة اقتل القتيل وامشي بجناسته او طالما ان محدش عرف يبقى الليلة ماشى زال فول ما هو دا الخطورة الخطورة مش مين اللي سرب على فكرة الخطورة مين اللي خرب ممكن انا اقول لك حاجة اه اول كابتن جمال غندور بقيمته الكبيرة ما يقدرش يدير لجنة حكام ما عندوش الدراية باللوايح القانين ما هوش راجل ملوه يدومه ومقنع لأي حد لا يقدر طيب كابتن عصام عفتاح شرحه يقدر يقدر وجيه احمد يقدر يقدر حمد فاروق يقدر وردال بلتاجي يقدر سمير عثمان يقدر انا بكلمك الناس اللي هي كانت ايدها في المسئولية توفيق السيد كل دول الحاكم المصري يقول لك بخير وكف اه كف بس هو ما بيعملش هنا المشكلة دي اللي فجرتها بقى لان هو ده اللي انا مقتنع به هو ما بيحكمش بالكفاءة طيب حقا